ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وهو النهج الذي انتهجته مملكة البحرين من خلال خطواتها تجاه تمكين الشباب ومنحهم أولوية قصوى في تحريك عملية التنمية وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد لقد أقامت مملكة البحرين سياساتها الشبابية على الإيمان بالحاضر وضرورة العمل من أجل تنمية المملكة وجعل الأمل هو المستقبل والسعي نحو تمكين الشباب ومنحهم الثقة في قدراتهم وامكانياتهم فهو الاستثمار الناجح الذي يعمل على تنمية الشباب بصورة عملية حديثة واعتبارهم شركاء في التنمية لا يمكن المضي قدما في بناء البلاد دون أن يكون للشباب دور فيها وإن الرقية بهم هو اهتمام بمستقبل مملكة البحرين وبناء نهضتها في مختلف المجالات وضف سمو الشيخ ناصر بن حمد إن تضامن بين الأجيال والعمل على نقل المعارف والخبرات الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بين الفئات العمرية والأجيال أمر مهم جدا من أجل استدامة الوصول إلى الأهداف الأممية وهو الأمر الذي اتخذته مملكة البحرين في توفير بيئة مثالية لتبادل المعلومات والخبرات بين جميع فئات المجتمع وخاصة في مجالات التنمية المستدامة ودعى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الشباب البحريني في يومهم الدولي إلى مواصلة العمل بكل عزم لتحقيق الرقي لمملكة البحرين ومواصلة طرح الأفكار والمبادرات الإيجابية التي تؤكد دور الشباب وريادتهم وتساهم في تمكن مملكة البحرين من تعزيز إنجازاتها ومكتسباتها في مختلف المجالات ترجمة نانسي قنقر